السلام عليكم كيف حالي شباب طبعا يوم مقطعنا رح يكون عن كريسماس او الوينترفيس بشكل عام من الهدايا من نظام التحديات ومن موعد الكريسماس ما ترح يكون بالتحديد قبل بداية ما كنت نشترك في القناة اشترك فيها وفعل زر الجرس لا تنسى اللايك ولا تنسى كودشوب YZYDD كل سنة فورتنايت بتاريخ 18-12 الى 15-1 بيكون هاي الفترة اللي فيها الكريسماس والتحدياتها كم مرة عملوا كريسماس في اللعبة اكثر من المرة لكن اخر سنتين شو صار؟ اخر سنتين يعني السنة الماضية هاي الصورة تعتها كانت الاسكنين اللي بالصورة كانوا متجنيات لازم يسوي كل كريسماس اسكنين متجنيات كالعادة وبكون التاريخ مكتوب شايفين من 18-12 الى 5-1 5-1 مش 15-1 اوكي المهم من 18 تبدأ 18-12 هاي السنة الماضية كان الاسكنين متجنيات والسنة اللي قبلها اللي هي 2019 اتوقع هذول الاسكنات كانوا متجنيات ونفس الاشي بدأت من 18-12 فاحنا علينا منعرف انه كل كريسماس لازم يكون في اسكنين متجنيات بين التحديات السنة اللي قبل كانت نظامها مو المنزل الكراكشوت تدخل تفتح جائزتك لا كان نظامها تحديات في اللوبي كل تحدي بتعمل وبعطيك جائزته كما تشوفوا قدامكم كل التحديل وجائزته لكن هاي السنة راح تكون مثل سنة 2019 لانهم اضافوا باللعبة اللي هو منزل الكراكشوت طبعا هاي الكابينة شو بتذكرنا بتذكرنا بعد 2019 بالكريسماس لما كنا ندخلها في اللوبي ويعطونا فرصة ان نفتح هدية كيف تجيب هاي الفرصة انك تفتح هدية كل يوم لازم تعمل التحدي اليومي لانه كل يوم بنزل تحديات الكريسماس كانوا واذا بتعمل التحدي بسن عندك فرصة انك تروح على الكابينة في اللوبي وتفتح هدية من هدايا بشكل عشوي كان فيها اسكنات واشياء الهدايا يعني فممكن مثلا يطلع لك اسكن بينما خويك او صاحبك ممكن يطلع له مثلا غلايدر فكان الترتيب عشوي المهم بالنهاية راح يطلع لك كل شي يعني فهاي السنة راح تكون نفس السنة 2019 من ناحية نظام التحديات ونظام فتح الهدايا اللي راح تكون داخل الكابينة لانه حاليا كابينة موجودة في الماب اصلا مكانها موجود الها بيت اللي همنا انهم راح يضفوها باللوبي تنتقل عليها في اللوبي وفوتوك داخلها زي نظام اليميشن او بس انت لما تفوت تشوف الهدايا الموجودة بس ما تفتحهم الا اذا كنت عامل التحديات او عامل التحدي الخاص باليوم حتى انك تفتح جائزة اليوم شو الهدايا وشو الاسكنات المقترحة بالنسبة الاسكنات المقترحة هاي المدونة قدامكم فيها اسكنات مقترحة على فورتنايت لو تلاحظوا الاسكنات عليها اسود باللون الاسود يعني هاي الاسكنات تم تنزيلها في اللاعبة ونزلت خلص فيش مجال فلو تلاحظوا على الصور عند المربعات الحمر موجود اسكنات بطابع كريسماس وعندك ثلاث اسكنات تم اثباتهم انهم راح يكونوا حزمة بالكريسماس حزمة في الايتم شوب اللي هي مادا ستيلجي وبنت الطيارة والبنت اللي قدامكم هذور راح يكونوا حزمة اسمه حزمة فريزة او حزمة متجمدة راح تنزل في الايتم شوب بفترة الكريسماس وفي عنا اسكنات ثاني لو تلاحظوا عليها طابع الكريسماس طيب شو الفائدة منهم الفائدة ان احتمال كبير يكون احدى الاسكنات الموجودة في الصورة تكون هم الاسكنات المجانية لانه راح يكون في اسكنين مجانيات لهاي السنة فممكن هذا يكون الاسكن اخضر ممكن ستيف اللابس بس كريسماس ممكن جوردان الطيار البسكوتة او اسكن السمكة اسكن دكتور سلون لكن لابسة بدلت الاسكن فهذه السكنات راح يكون منهم مجانايات بس ما تاكدنا اي اثنين منهم بس على اغلب سارCómo bliver مجانايات لكريسماس سيزيد طبعا كل سنة بيعمل الكريسماس ب 18 و12 اليوم التاريخ 13 يعني اليوم النهائة zalic entra عالاغلب راح يكون ال lem��고 في اللعبة شوفي اشياء راح تم ضابطها و تعدلات عندك الشاحنة اللي بنسوقة دائما رح يتم التعديل عليها بفترة الكريسماس فقط ويصير هيك شكلها الشاحنة عليها رأس الكراكشوت سكن الكراكشوت طبعا اسمه بالعربي كسارة البندق هيك رح يكون يستايل الشاحنة بفترة الكريسماس وتم تحديث ملفات الطائرة القدامكم ليستروم X4 توقع اسمها والشوبر الطائرة الثاني شوبر أو شوبة توقع شوبة اللي هو الكيبتر وهذه الطائرة على أغنب رح يرجع لفترة الكريسماس وينحذفه لأنه تم تحديث ملفاته من داخل ملفات اللعبة عندك هاي تسربت من داخل الملفات اللعبة معارف شو رح تكون بس اتوقع تكون موجودة بأماكن معينة ثابتة بالأرض إذا يجي تكسرتي الهدية ممكن يطلع لك لوت مو متأكد منها لكن على أغلب رح تكون موجودة في الخريطة يعني وعندك الهدية رح ترجع على أكيد مثل كل سنة الهدية بيرجعوها اللي بتلقاها في اللوت بترميها تصير عبارة عن غرفة فيها لوت بتكسرها وبتلوت اللي داخلها ورح يرجع على سنيكي سنو مان الرجل الثلج المتخفي هذا لتشوفوا قدامكم اللي بتقدر تلبسه وتتخفى داخله وعلى أغلب مثل كل سنة رح يكون موجود بأماكن في الخريطة رح يكون في التحدي مثلا نكسب ثلاث منه وأربعة منه زي كل سنة وخلفية البتلباس رح تتغير أو خلفية الأيتم شوب والبتلباس بشكل عام رح يسلونا بالأحمر اللي مثل ما تشوفوا قدامكم بالصورة ăng� لدك. شفيا اناس في القائمة مثل ما وميتك عن المربعات الحمر المهم رح يكون في منهم مجانيات وباقي السكنات ستنزل بأيتم شوب طيب شو في اسلح ممكن تنظمة في الكريسماس ما رح تنضاف بس راح يرجع له اسلاح اتوقع لانشر البيض مثل كل كريسماس اراجع اسلاح لانشر البيض الى اللعبة وبس يا شباب يكون لاخصركم كل شي بخصوص الكريسماس من جواز ومن اسكنات مجانية بخصوص نظام التحديات بخصوص الكابينة والموعد فاتمنى ما كل واحد فيكو سادو المقطع انه ينشر بكل مكان حتى الكل يستفيد واذا ما كنت مشترك في القناة اشترك فيها فعل زر الجرس حتى تسعيدنا في الوصول الى 850 الف مشترك ان شاء الله قربنا نصالها باذن الله واذا ما كنتم يستخدم كود واتمشوب يستخدمه YZ YDD وربي يسعدكم على كل شي وطبعا انسيت ايش مهم لا تنسى اللايك يساعد من اشر المقطع بكل مكان فربي يسعدك استخدم المقطع حتى لايك ومع السلامة ولا تنسى الل 2022 لا ما تبا خالق ايضا ايضا شعر جديد حصل صحيا أخبركم انت من المجلد اه да سناد مين ماس مشالو خلل اه هي هي حتى انا حان شاك علي شو عنا خوين ان انجليز سرعة شرعة فرنت فرنت مات ماند ياس اي دو اي ماي بادي لك والله لك what i was gonna want ما فرنتوه تديه عليه هو اشتركوا في القناة